السلام عليكم ورحمة الله أنا حسين الربيعي في هذا الدرس سوف نشرح كيف نعمل كالينج لجافا سيكريبت من كود سي شار وكيف نعمل العكس كيف نعمل كالينج لكود سي شار من كود جافا سيكريبت إذن كود مقابل كود والعمل مختلف كما قلنا حدوما كلاين سايد والاخر سيفر سايد إذن بداية أقبل كل شيء دعني فقط أدرج بوتون واحدة حتى أبدأ بالعمل الخاص إذن هذي بوتون اتيار دي هذي البوتون اريد عندما أضغط عليها عندما أضغط عليها أكد سوف يكون لديها بوتون اكليك إذن من هذا الكود أستدعي لي جابا سيكريبت إذن جافا سيكريبت موجودة مفرضة لنفس المستند دعني يكون جابا سيكريبت هنا سيكريبت عتياء ديه فقط سيكريبت جابا سيكريبت وفيها فاكشن واحدة اسمها بوتون اتسيكليكت Event from event عسل المثال هاي الفاكشن كيف أنا أستدعيها من داخل الكود C شار بهذا الكود إذن كيف أستدعيها؟ بكل بساطة secret manager script manager dot script manager dot register register startup register startup ثم أعطي مجموعة البرامترات التي هي الأول this الثاني this dot get type نعرف ما هذه البرامترات لكن هي برامترات وصلنا على نتيجة والبرامتر الثالث هو تمثل اسمه يعني يجب أن تكون كل secret register كل اسم مختلف عسي مثال بيو يجب أن لا يكون لديك two secret manager بنفس الاسم كل واحد باسم مختلف كأنما name unique id ثم هنا اسم الفاكشن التي نستدعيها نستدعي نحن هذه الفاكشن بيو click ثم برامتر true هذه مجموعة برامترات فقط أمررها بوسط javascript إذن هذه سوف ببساطة تستطيع تستدعي ملف أو كود javascript إذن دعني أركز مرة أخرى javascript هذا هنا فقط مغيرة لا يوجد شيء صحيح هذا عملنا run من داخل هذا الكود استطيع استدعي هذه الميثود دعني أعمل run وأريك النتائج كي الآن المفضل عندما أضغط على البوتين يستدعي الكود سيكريبت انظر الآن شرحنا كيف نستدعي من داخل السي شارب استدعينا الآن كيف نعمل العكس كيف نستدعي هذا الكود لدي لديه مثود هنا أيضا استدعيها لتكون عسب الميثود أيضا استدعي هذه الميثود من داخل javascript javascript حتى يستدعي مثود يجب أن تكون الميثود هي يعني يجب أن تكون في السيرفر إذن يجب أن تكون بها هكذا الشكل ويب مثود كي سوف يقول له غير معرفة هذه نعرفها بعد قليل ويب مثل نعرفها public static لتعيد لعسبي المثال string تعيد نتجة string إلى javascript عن javascript ما استدعيها تعيد لـ string إذن وصف أو أي شيء تستقبل h تستقبل string name استقبل string disk eruption وتعيد للوصف والname تعيد لـ return أي شيء تعيد لي name عسي المثال تعيد لي name نقطتين plus a بهذا الشكل مجرد تجمع الاثنين وتعيدهم disk مجرد أنا أوضح لك كيف تثمي العملية أوكي هذي web method أكيد لا يعرفها نحتاج أن نعرفها نضع هنا ونقل لا يسق web service method إذن هذه هي web service method بمعنى هذه المثال هي في السيرفر سايد الآن لا تستطيع من هنا الوصول إلى أي button إلى أي شيء مثل button 1 ما تستطيع أن تصلها رغم أنها موجودة هنا لماذا؟ لأن هذه service يعني داخل السيرفر الآن كيف استدعية هذه من الجافا سكريبت؟ بالأسف الجافا سكريبت لا توفر لك مكتبة تمكنك بالوصول المباشر لكن الحلول موجودة جافا سكريبت هناك مكتبة اسمها jQuery هذه jQuery توفر لنا هذا الأمر إذا من jQuery هذه المكتب jQuery فقط أخذها أضعها كهدر للكود الخاص به هنا بحال الحال هدر السابق وأكتب كود jQuery إذن jQuery أنا عندي كود snippet لا أريد آخر عملي هذا الكود snippet الذي لديه و أقوم ميثود أوكي script تتكون javascript والميثود من هنا أوكي أنا أسمي فاكشين كال سي شارب بهذا الشكل آه أوكي كال سي شارب كود هذي الميثود عتلادية تستدعي سيسارب كود يعني إيش أكتب بها هذا الميثود تعني أكتب بها هذا الكود هذا الكود هو كود جاهز يعني كأنما توفره jQuery لكن سوف أسرع كيف تستخدم هذا الكود داخل هذه الفاكشن إذن هائس أجاكس التاب العملية ببوستنج ال URL هي مسار الميثود المسار مثود كيف أحصر عليه أحصر عليه من نايا اسم الملف الموجودة فيه الميثود هنا سلاش بعد اسم الملف أضع سلاش اسم الميثود إذن اسم الميثود هذي إذن اسم الملف ثم اسم الميثود اسم الملف أفو ثم اسم الميثود هذي الميثود الـ URL هو اسم الملف الموجودة بي هي موجودة بملف Description اسم الميثود JSON.NET هي الـ data التي تأرسلها له ما هي الـ data التي تستقبلها هي تستقبل name و this فكيف أرسلها بشكل JSON فالـ JSON تتعرف كيف تستخدم JSON هو الـ same بهذا الشكل والـ variables بينهم الـ variable الأول الذي يكون عسل المثال name يكون بين single quotation name نقطتين حسين و فارزة الـ disk يكون بهذا الشكل هل هذا جيد ؟ مجرد بيانات JSON تعرف انت الـ JSON كيف هذا variable value variable value هذا الـ JSON إذن هذه المعلومات الآن هذه الفاكشن تستدعى عندما تستدعى إذن إجحة الفاكشن تعيد لي المسج المسج msg.d هي الـ data المعادة التي هي الـ return التي تعاد لي سوف تعرض كمسج I'll write message إذن دعني أستدعى هذه الميثود يعني هاي كيف أستدعيها سريع JavaScript المفروض أستدعيها يعني يجد بكان أستدعيها دعني أستدعيها من هنا او نكلاين تكلك نحوية هذه الـ button HTML حتى تكون واضحة بالنسبة لك المثال إذن هذي input button او نكلك إذا أضغط او نكلك نستدعي هذه الميثود اوك إذا أضغط click نستدعي هذي java secret method هذه البطن input يعني HTML عندما ضغطنا عليها تستطيع هذه السكرت وكل شي تمام إذن طبعا هذه بكانها أضعها هنا أضع أوكي أما هنا أضع وأضعها في الأعلى جدا إذن كل شي صحيح فقط أعمل أوران ليعرى النتائج أوكي الآن المفروض عندما أضغط استدعي الميثود ننظر استدعي علي قالي حسين is good man إذن الفكرة الآن هذا الجافا سكريبت الموجود هنا ككلايند سايت ذهب إلى السيرفر واستدعى ويب سيرفز التي هي السيرفر سايت يجب أن تفهم هذه النقطة جيدة وانتبه إنه الجافا سكريبت بما أنه هي أكلايند سايت فإنه الأكلايند ممكن يراها يعني انظر هذه الجافا سكريبت وكتبتها أنا كل هيا أنها موجودة إذا نكون حذر بالتعامل مع الجافا سكريبت يعني في أمور السكوريتي وما لذلك ننظر هذا الكود أنا كاتبة يستطيع المستخدم أن يرى أنا ماذا كتبت شكرا حسين متابعة ونتقف في دروسنا